انطلاقا من دور القوات المسلحة تجاه أطفال مصر من الأيتام نظمت أن ننطقة الجنوبية العسكرية احتفالية بمناسبة يوم اليتين بعنوان يوم محبة لأولادنا شهدت الاحتفالية حضور 1170 طفلا من الأيتام ودو الهمم من جميع محافظات صعيد مصر بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركاتهم فرحتهم بذلك اليوم وقد حضر الحفلة وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظي الصعيد وعدد من المسؤولين